سيد السفير شكرا كثيرا شكرا جزيلا للاستبافتكم وليقبولكم لأسراء على الحوار سنبدأ الحوار فيما عرفتم باللغة العربية ثم سأصابكم كفرنسية ثم سنختم بالنتيزي كميس أنا مستعيد للكلم بالعربي إلى هد الماء وبعدين نواصل باللغة العربية السؤال الأول بالعربي يكون على الصعيد الاقتصادي بعد الثورة اكتشفنا أن العديد من الاتفاقيات في مجال النفط والغاز كانت ظالمة للشعب التونسي كانت تأخذ بارتبارات سياسية بعلاقة مع النظام السابق بعض الاتفاقات هم بريتشيغاز ورقنا أن بعض الاتفاقات التنقيب واتفاقات الاستغلال كانت ظالمة للشعب التونسي السؤال هو هل هناك اليوم إرادة سياسية لإعادة منقشة هذه العقود بطريقة يكون فيها أفضل ربح للشعب التونسي أو بالعكس هل هناك إرادة سياسية لإعادة منقشة هذه العقود؟ أول شيء أن بريتشكاس طبعا الشركة الأجنبية المستثمرة أكبر من كل المستثمرين الأجانب في القساد التونسي ويوفر حوالي أربعين بالمئة من كل الغاز في تونس الذي يؤدي إلى أربعين بالمئة من كل الكهرباء المستخدمة في تونس يعني الوجود بريتشكاس شيء مهم جدا في التونس في اتجاه السؤال عن الأقد والاتفاقية بين الحكومة والمستثمر أنا ما سمعت أي نقاش أو أي كلام من جهة الحكومة ولا من جهة من البريتشكاس أن إعادة المناقشة عن هذا الأقد أعرف أن إحترام الأقود وإحترام الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وهذا شيء مهم جدا في سمع بلد وهذا شيء إيجابي جدا لوفر جوال عام إيجابي للمستثمر لو تيجي كمستثمر وتناقش أقد وتستثمر مثلا من جهة بريتشكاس خمسة مليار دولار يعني خمسة ألف مليون دولار في الإقساد الفونس الثقة أن هذا النوع من الأقد راح يكون محترم شيء مهم جدا في أفكاركم للمستثمرات في المستقبل ما سمعت أن نفاش إعادة المناقشة عن هذا الأقد ولكن طبعا البريتشكاس مفتوح للمناقشة مع الحكومة ونحن كحكومة ما عندنا رأيي ما عندنا دور في مناقشة من هذا المواقف من قابل توقيع العقود بريتشكاس لا يمثل بالشعب التونسي ويمثل إلا نفسه يعني العقود وقع برامعة بالمراعات مصلحته الشخصية أو السياسية دون مراعات مصالح الشعب التونسي اليوم الأمور تغيرت فالشعب التونسي لولا أصبح له رأيي وأصبح له نظرة على العقود التي تستغل بها أراضيا فالموضوع هو ليس هدم الثقة مع المستثمر لكن مراجعة فقط العقود التي ربما قد شعب التونسي مصالح البيئة أو مصالح الأجيال القادمة لم ترعا فيها اليوم لو الحكومة تتقدم بطلب المراجعة في عقود بريتشكاس هل الحكومة البريطانية ستشجع إعادة العقود مناقش العقود أم ستكون من ناحية سياسية أكثر حضرة بمعنى نترك العقود كما هي لحالة انتهاء نشجع مناقشة معفتوحة وصريحة بين المستثمرين والحكومة لرد إلى هذا النوع من السؤال ولكن المسؤولية في وجهة نظري المسؤولية للقرار كل نوع من السياسة بعد الثورة المسؤولية مهمة للحكومة والشعب التونسي توجد أسئلة كثيرة ومهمة مثلاً أسئلة التجاه الماضي يوجد السؤال مثلاً حال كيف يرد على كل التصرف غير قانوني بوجهة نظر الفساد و والرشوة وحال الحكومة يركز على كل حال من الرشوة والفساد كل شخص اللي دفع مال بشكل غير قانوني كل شخص اللي خد مال بشكل غير قانوني وكل شخص اللي عرف أن كان فيه ناس يؤدي أو يخد مال غير قانوني لكل مستوى هذا إمكانية للمكسيمال الأكبر فيه كمان إمكانية تركيز على حالات الكبيرة القليلة من الرشوة والفساد أو فيه إمكانية تخد مكان في بين هذا الإمكانيتين وهذا شيء ثاني شيء كل الأسئلة للحقوق الإنسان والتصرف غير قانوني تشاهل حكومة الإنسان في الماضي كمان في إمكانية المكسيمالي وفي الإمكانية العقالي وبين هذه المناقشات يوجد الأسئلة كيف تونس بعد الثورة يعامل مع كل العقود من الحكومة من الرجيم بن علي وهذا السؤال الكبير ومش ممكن يكون في ردفال لشركة واحد مثلاً وليس في شركات الثانية وإذا التونس بعد الثورة يقرر أن كل عقد كل اتفاقية من الماضي يغل يكون يلغيها يلغيها ويبدأ من البداية هذا إمكانية وإذا يقرر أن كل عقد يكون محترم هذا إمكانية ثانية أو إذا يقرر فقط الأقود التي كان في رشوة أو فسال فيها يكون يلغيها هذا مكان ثالث وكل هذا يجي في إطار القرارات الصعبة ومؤقدة للجستيس كونزيس كونزيسيونال ونعرف أن القرارات صعبة ونحترم القرارات التي المجتمع التونسي سيقرر السؤال الثاني بالعربي يكون على بعض الأطرار الحكومة الحالية لما كانوا في وجود سياسي في بريطانيا السؤالي هل كان هناك تنسيق استخباراتي مع بن علي ضدهم أو تنسيق استخباراتي معهم ضد بن علي يعني علاقة اللاجئين السياسيين في تونسا في لندن مع استخبارات البريطانية وهل وصولهم ليوم الحكم يعطي أمضالية للسياسة البريطانية في تونس؟ أول شيء الوجود الأفراد التونسيين من أي تجاه سياسي في لندن في إطار الرجوع السياسي قرار قانوني من وجه نظر بريطانيا ليس قرار سياسي يعني هذا كان قرار من المحكمة إذا هذا الأشخاص كان يواجه خطر في بلدهم أو لا وفي كل حال عندنا أشخاص في بريطانيا الذي لو رجعوا في بلدهم كان في خطر نوفر اللجوع السياسي يعني ما كان قرار ضد الحكومة البنالية وما كان قرار لتعاون مع الحكومة البنالية أو الأخرين ولكن الآن طبعا لما كثير من الناس من النحضة اللي كانوا في بريطانيا مع اللجوع السياسي رجعوا لتونس طبعا عندهم خبرة من وجودهم في بريطانيا عندهم معرفة من حياة البريطانية والقوانين البريطانية والسياسة البريطانية وهذا طبعا شيء إيجابي في علاقة بين بريطانيا وتونس عملنا كالسفارة وكالديبلوماسيين هو تشجع ترجيع العلاقات بين البلدين في مستوى الحكومة في مستوى السياسي في مستوى الاقتصادي في مستوى تجاري وثقافي واجتماعي وطبعا أكبر معرفة أحسن واندي الانتباع عن الأشخاص الذين كانوا في بريطانيا كان عندهم خبرة جيدة من الإحترام شاف والإحترام من قبل الحكومة ومن قبل المجتمع وعندهم انتباع جيد من بلدنا وهذا شيء إجابي لكلنا نعمه على الحكومة جسس صحيح صحيح سيكون يعني كذلك المعطب الحديد والمعطب الحديد السابق وأنه من العمد الحديد أعلم سيكون في الشعب وقال في القد المعطب الحديد نكسر وقال هل أستمع هل يمكنك التأكيد من سواجه؟ لبعضهم، من المنزلر و المنزلات، لذلك المنزلن بالمزلسلة على المستخدم، و نحن نقوم بشكل جيد، نحن سلطمون مثلًا للخصص فيغلاق ما أنه سناوله نحن دوما نحن فرحاتي في أثناء، في أولاً، ما نحن 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 أولاً قلت للمشاركات الإلتابية، أعطى أننا نحصل على التعليقات المنطقة التي تتخفيها الأعبية. أرادنا استطاعهم من التعليقات المنطقة من المحاولة. في محالة مجتمع للمشاركة محالة حضور المحالة الدين أسلائك ببعضة في محالة في حيات المنزل مع بعض التعليقات في عملك المنزل فهمتج وفهموا بحسابة ومن أخبروا مختلف ولم أخبروا بالترابعة محالة من التعليقات ويقضنا لقد فعلت ليس من نساطة صحيحية كل نشارك ويقضنا يحللون أن يكون في المنطقة كل جميع الأسوائي، كل جديد، كل جديد، كل الجميع لأسوائل لنا، لأننا أطلقنا بمحاولي على تستطيع تحديث في نظرة قليلاً لتعلم ونظر ونظر من كل جميع الناس ويجب أن نتعلم بإمكاني من حضرة عنهم. جعلنا البديل مجنونية، ويجعلنا نقرار ضمنهم، ويجعلنا نحضر التدور من الاجتماعي، ويجعلنا نحضر التعليقات في مجنوني، ومتعنا قد نعمل مع الوزنسطان السنسيسي، ويستمرر بموضي ويستمرار مع المدينة في المعارضة والمعارضة في تنسي على ماذا تعمل هذا هو نظر صباحاً لدى نظرنا كل شيئًا هذا هو معاكم نظرنا ليس موجود فيه C'est-à-dire en communication, les médias et la liberté d'expression. Nous avons travaillé avec une organisation qui s'appelle Article 19 qui a mené une discussion entre la société civile sur comment encadrer la liberté d'expression de la meilleure manière. Nous avons travaillé avec la télévision tunisienne en faisant des programmes menés par le BBC في يتحدث عن ما هي تخيلة كيفية البراطة إلى شكراً من في صدقات المعارضة وصدقات وفوضيوات تدريب المعارضة على تجارب الوصول على الوقت تحدياتيين و تخطوص تحديث في البنتين المتحدة . كيف تحديثون على التحديث على المتحدة ؟ أجبرنا ونفس مطلعهم بالحامن بالدور بناء في المنازلة . هذا هو سعود في علم الترة . وهو السؤال السؤال الأنيةية . ونحن نحن اجعلنا وضعنا نحن نحن قد افضل و نحن 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 من خلالها لأنّم الشمال كانت أولاً سؤال لأخرفة من الخلالة فرمنا نحن نعم نشارك في العلمية لأنه في عملنا من قول لذلك، أحضرنا منين، من الآن منقدم المستقبل في الوكاين، ومن المدينة في كل حالة في السعارة. نعم هل نسائل مع الكلمة لنشغ commission الأخوة لنبدن الاشتراكة لنشرية حكراً لنشغراً لعلكات العمي العلمية للقلاة في المدردة وأن يتعالي للحظ الأخوات يمكن تساول الأيام والآن الكتب إليها في الرقم العالمية و التي يختارها الاجتماعي فم نحونا رغم الاجتماعي بالتعامل بالوجود بالساويات وصفه نجاز ومكروتربية لجولة العلمية للنجاز ومن ثم يتعرروا بحديثتهم ويطرقوا في المنزل ويطرقوا في المنزل ويطرقوا في المنزل. لكن أفهمتك في القيام، سيكون سيكون هذا كل شيء مطلق في الوصف التواصل الوقت في المنزل ويطرقوا في المنزل. la question suivante est de l'ordre relations internationales il y a quelques mois j'ai fait un débat public avec le ministre Finlandais des Affaires étrangères et un député européen et tous les deux ont mentionné publiquement qu'il y a un rôle que la France joue pour ralentir les aides de la construction de la Tunisie au niveau de l'Europe donc c'est un video on dit clairement que la France s'oppose sur l'encouragement de la transition démocratique en Tunisie je veux savoir votre point de vue par rapport à ça et la position de la Grande Bretagne par rapport à la construction de la démocratie en Tunisie on ne voit pas que la Grande Bretagne heldéanna on ne voit pas qu'elle contrairement d'autres pays, qui ont une grande présence en Tunisie تقولون في المنزل حوالطاني علينا استطاع الرسالة في المنزل أولاً كاماً كدريني في تنسي أصبحت إلى تخبرك من يؤمن Mars لماذا قالت الإجابة يمكنك VR سمق VERY أصبع السؤال وفي تح也是 الق SE هذا الشيخلي 至لت och مما ولديهم ولديهم وشراء وصف على إعلاء لذا أجل، وفي أجل، وفضلت الجباب من العملية في المنزل، وفي أجل، إنها تحقيق لفضل وفضل تركز المنزل، وفضلتنا في المنزل الأشداج، وفي أجل، للمنزل، وفي أجل، في أجل، مدارة العظم، بائ، يمتلك الانتجابة تحديد البرقاء في التعامل البرقاء من البرقاء في تلك المدرسة ومن ثلاثة البرقاء ونصنع نجد أن نجد أن نجد نجد نسيحة ونصنع محرمات في المعارضة التونسي ونظر التي يجب أن نجد أن نسيحة المعارضة المعارضة لمعارضة المعارضة للتونسيين على مهور قبل أن هذا هو السؤال الأساسية هناك الكثير من تطوير جداً من الملوطة للعجم وكذلك المستخدمة للمشاركة من المنطقة في مجرد نتجعل كلنا يلقو ونفرأة العمل ونفرأة على الجلسة هذه المنطقة لديها جداً لديها بالتطوير لكن المنطقة تقول لديها ومتعاً لديها ومتعاً لديها مستخدمة ونطلق الآن يتحدث عن العملية الموضوع على المستقبل والموضوع من المستقبل والموضوع من الزخراف ومن المستقبل والموضوع من الزخرافات المثال للغاية تنسيين في مباشرة في مباشرة لكي لا يوجد برحالة لكي تنسي تحاوليك كم تنسي قد تكون كم شخصية من المنزل من المنزل من المنزل هذا هو نعمل ونحن نجد نحن نعمل أجل مجرد يجب أنني أعتقد أننا كما نحن نحن كما نحن 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 استثمان؟ أنا أحاول لنا بحقائة فلنا لنا كلمة بحقائية نحن جاءات نحن لا نحن في صليقية أن تعلم الأنغير أننا يفاولون لنا لا أعضر نحن 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 من الواقع فعلنا نحن أن نحن 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 نعطي الواضيع نفاوضر لحصية جزئيقية، نفاوضر الم윗ات لخفاء ليس عبور كنينة لكم ونحن ن pingير نقاط في هذا مكتب. وليس نمين نمي عدر إلى الحصول على ارناسة ونحن تعطيقية للمدلخل للمتالك قبل ذلك المتحدة للمساولة من أن تتريباً بالبقاء هل يتوقع يدرسوا الأقراء لهم؟ يعجب أن تكون تتريباً سهل خلال أبغاء عدد المbodyعي لذا هذا لاستجسر بمصدر إليها لذلك يمكننا الأسجاب بمصدر الإنستسابات ومعه يمكننا الأسجاب بمصدرين في النورئ سنواريز لذلك 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 بالفعل فلا وجهة كتبت لذلك يوجد واحدة أنها تعد ومن الآخرون أنه تعدون وانت ترجمة التالي التي تتخب المقابل وذلك تتخب المفرنى لديهم من هذا المواطن كذا سيكون لديهم أربعاً لديهم وما تتخب المقابل فيديهم ومن تتخب المساعدة على الحزنية لكن أنت لا تتخب المساعدة التجريب وليس أن تتخب المفرورة على بعض هذه التعليقات الأمر وقبت لتضيطة ممتازة للعاية Il y a 3 éléments. Les prêts sont 1 élément. ولكن يتعبوني بلعب المغربين. لكن هناك إدراء تتعبوني على المغربين. التي يتعبوني بلعب المغربين. المغربين على الأفضل. لذلك لا يتعبوني. لجذا أدراء مغربين على المغربين على المغربين على الحياة. لتنظر على المغربين على الأفضل. يوم التعبوني على خلصة أفضل حياتي. إن نحن يمكن أن أعطيه ذلك. لا يوجد كثيرا. لا يوجد معها. الثالث من الأخذ العديد من أشياء العديد من نفسي. من أعرف ، الكثير من الأخذ العديد من الأخذ العديد من الأعوام فعله أن نحنًا بجد وضع من الأشياء في أحيارات العديد. سيكون السيئة الأسطماء، بالطبع. هل السيئة السيئة الأوسطيسية لا تتدبر لحفظ هذه الأسطماء بهذه الأسطماء، ومن إلى الأسطماء، على الرقاء التبستيصة وكل س Bellتي بسج بهذه الخاصة على هذا المساور، سيوى которая لا بحسن في طريقة تم مضipt أفرادة إلى الأسدنين. نرهى على تmacسى قد تنمون بزيارة أفرادة وتنمون من المشاط بالنسبة إلى prestieraary لدينا نرزله علينا عشرنا كلهم بالتعيش في كل ما سنوارات في البغرية نواجه بالذور لتعاق بكل صديق هل يجب علينا أن تجعلنا الآن لكن بمجحبها مجحبون أن تجعلنا الضباء لتضعهم الآن أنا لا شكرا لأنيتناقضي كلها من السرولية ورجحين بجئتنا نصدقنا أن نظرنا فعلى في الأرض فعلنا البذلك . أسنع لديه وأن تجعل هذه القرآن. من البيطانيكي ، دخل هذا التوقف في النتائج ، كيف تقوم بتوصيح الروその سنة في تونسيا؟ كيف تقوم به بالموضوع وخاصة يحدى؟ هل تنظر أننا في حالة الضوone أو لا؟ هل تريد أن ترمو الأمر في حال الناحة comunque؟ أريد أن ترمو الأمر كلي من البنالي. قليلاً لما نتذكر في النهائية أمر الوقت الذي فرقباً لم يكن ممكن أن يجد أحد الأصول التي كانت تقرية من المسؤولة أو أي شخص في الوصول أو أي شخص من الوصول أو الوصول أو الوصول. نحن نحن الآن في مدرسة مختلفة. المتابعات يظهرون مختلفة مختلفة. يظهرون المتابعات من كل مدرسة. ويظهرون مدرسة جدية للتعامل. كما نحن عامل ان الوصول في النقطة المناطقية كما سبق حرف الشمس المنطقة. يليس لهم مخلوقات المناطقية بانضحة شخص في الكتابة ، الحقيقة وتجاهدون أن نعامل متخلق من تجاهلهم بما تظهرون المناطقية ، في هذه الأدعان الأشخاص المتخلق في تجاهل المناطقية. لو انتظر في مدل العام والمدل العام، في المدل العام، يوجد كثير من مدل العام والمدل العام والمدل العام، ومن ع оно مجتمع من الشعورات التي انهم حظوا استعمالها انهم نحوانا نحوانا باندون ، من يجب أن أستخدم الناس والتركيز في أن تبدأ مختلفة في المشاورات ونحن طبقاً بيكون على مستقبل لأنه لا يمكن أن يتعرف أن يمكن أن تستطيع أن تنظر على الأساسي المساعدة لأنه سيكون قد يجب أن يجب أن تتعرف على المساعدة المساعدة. أجب فضيح كثير جيدًا في المرة المباشرية ولكن لدينا أيضًا أن في هذا المساعدات المباشرية هناك المتجموعة عن مباشرين ويجب أن يكون هناك المباشرات العامة وكيف يكون هناك المباشرات العامة في المواجرات العامة إضافة أثناء هناك أثناء مدى المدى المدى المتحدة التي اعتقدها في الوصول السيطة لأنني أعتقد أن هناك مدى المدى 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 المتحدة هناك أثناء تتطور على التعامل على التعامل consumers should be free to simply say things which are deeply offensive to other people's beliefs maybe a more precise way of saying it which I think is important is should people be constrained from saying things which the government judges to be against bigger محادة عن where people's freedom of speech has crossed the line of morality. هذا هو شيء يدعى top of this and the law has to be properly written and then the law has to be respected. ثم هناك مسئولة عن امامَمَنكاتيينة selon البراية انتقالي. ي bangetونك متقرصات في المنطقة. هناك اجلال تكون قد تُميزموا فقط اخترافية في المنطقة. فيها اليوم يمكن أن تدخل الهيئ على الهيئ. إذا كنت تدخل الهيئ بأن هذا الشيء يجب أن تدخل البحث عن عملية وأن أعجب الهيئ بأنه ينحن بأنه يغلق الأشياء هم لا يمكن أن تدخل الهيئة هذا الهيئئة التي تدخل الهيئة. فيها اليوم، نتخلص مجدداً على التدخل الهيئة ومن أن ما يقولون أن ما يدام بجدامه للإمكانية المستقرية، و قد يدام بجدامه للإمكانية و يدام بجدامه، لا يقوم باستراملين مدينة مستقرية. وكل سنلوان نحن مرادة لن يجب أن هذا يجب أن احاول بالتعلمية ومجرنا بشكل شعورا بأنه، إذا تنتهي حدث في حقاً بأن هذا يجب أن يكونوا معتادة داخل الإعلوم والإعلومات يجب أن تكونوا إطلاقاً معاً ومشاوتهم في حالة الناس تعلمون ما يُهُحَاً و ما يُهُحَاً و ما يُهَاً و لا يُهُّمَنُوا هُفَلِطِيشتكاً للاحظة شخصًا على أي مكان ما يُهُحَاً للاحظة للاحظة من تقلق الإنسانية إنه نظرناً إلى منزيل المعارضات التي تُهُحَاً لدينا بسرعة أخرى ترجمة نانسي قنقر إذا استخدموا قد أعطيناً، تريد أن تطرقنا الواقع؟ سنر بالنسبة للياتي ليصدك أن تتنامى؟ أظن أن تتنامي لسيقيا، تتنامي لسيقيا، في هذه المنوعة؟ هذه المشارقة، هذه المنوعة، في هذه المنوعة ولطفل تنامى؟ أعتقد أن تماماً من الأعطاء التي يكون إنها حرجة إليهم لطفل التالي أحضر لديها، где يجب أن ترحل تحلل؟ لأنها أكبر تريد لا يمكن أن تنت tobaccoيتي على ما يوضع الرحل. أعجب بالتأكيد أن هناك أشياء التي نقوم أن ننفع بشكل ما يمكن أن تنفع من الناس لا يمكن أن يتكلم لذلك لا يمكنك حيث تقل على المدينة أصدقا. إذا كنت تقل على الوضع إنها حيث يتمكن في ذلك لذلك هناك أشياء ما يوجد على أكبر فيه في كل مجتمع. هذا هو لذلك أعتقد أنه أعجب أن تكون هذه الأشياء بفكرة في الساعة. لا أريد أن يكون هناك أ based on where I think Tunisian society should draw the lines of what is the acceptable behavior, what is unacceptable behavior, which behavior should be a misdemeanor, which behavior should be a crime. هذه هي تشيكرة التي أتحدث في صورة دمواصفين السعيد The thing that I will say very strongly though is that it is very important to understand exactly where those lines are who has the authority to make the fine judgement is it the judiciary is it the government is it the police and then that تحويتا بها أن تحويتها الانتباهات تستخدمد حتى الآن يجب عليك إيجادة تحويتها أنني نرقب لماذا يتم تحويتها وفق بعض الوصول إلى العملية على تحويتها مدينة طويلة من قدراراً. هذا يكون مدى جدًّ فيها. فهي يمكن أن تكون مدى أو ردًّ. ربما يمكنك أن تقول هكذا في منذ يمكن أن تقول هذا، لكن على طوال لا يمكنه أن تقول هذا هذا هو ليس مدى جيدًا لتكون مدى لطولة وصفة ومعالي وينفعالي فهي أعتقد أن تكون مدى أن تماماً بأن تكون مدى لأن نستتعامل وإن نستخدم ما نحتاجه عند مدينة يأخذ بالنسبة لتوجه ومعالي الآن. ثم شاء الله. بعد موسيقى كل ما이 발생eleونTO الاجب everybody THEY require job하던 طdenn質 أريد أنتم�리셔야itives في جيء كل موسيقى لا which of a lot of embassies asks to the people to leave but the francobo embassy asks the people to be aware So as far as I know only the American Embassy asked people to leave The French Embassy asked people to be careful and cautious We to be honest, have a permanent advice which is on our website that people should be cautious We've been there for many many months that where they see for example a demonstration ذلك لهم يمكنهم أن نقوية أن يكون هناك لأنه يمكن أن تكون هناك ثباثاً علينا إعادتنا فما لم نتغير كثير من الосьبال بعد سيقوية السبب ولكنه فإن يوفير على أن يجب أن يكون ذلك أن يكون الاشتراك في المستقرات لا أشعر بسيقنا أنا أشعرأ أكثر من أشبال بحقنا 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 whether it's for the citizens that I'm responsible for or whether it's the Tunisian public as a whole I feel more uncertain after seeing what was really I think a shocking event which I had not thought was likely and I think many Tunisians also had not thought was likely and so I think many of us I live in Tunisia along with 10 million Tunisians who live in Tunisia who are asking questions and who are hoping to see the situation come down also hoping to see that the rule of law is applied consistently that there is no question of impunity for any anyone on any one side or any other side and that this then leads to a cycle a virtuous cycle of optimism and investment and confidence and tourism which at the moment is faltering is stalling so I think we need to do what we can to help the implementation of this more secure environment and then to be able to move forward to a more positive story if you think that what's happening in the front of U.S. embassy is not just to apply for a movie it's just a way to express some feelings against American and that's to be global West politics in our country maybe this what's happening is a response for the picture coming from Abu Ghraib is the picture coming from Afghanistan coming from Iraq picture coming from veto from I don't want to say one country or other because we see that it's being the same politics against a lot of the Palestinian case so the movie was just an excuse don't you see this as a message from our people that your policies or your foreign policy our world have to change the movie was just an excuse I do exactly agree with that I agree that the movie was an excuse or perhaps a trigger which tipped people who were already angry or concerned or had particular feelings that they then tipped them to demonstrate those feelings so I entirely agree with that I think we absolutely need to understand the impact of our policies on public opinion in the countries with which we want to build relationships in the countries where we're of course inherently connected so it's essential that we understand that and it's essential that when we devise our policies we devise our policies in the context of discussion cooperation with other governments including in this region in the context for example of multilateral institutions and the rule of law so this is absolutely essential and it's very important to us that we understand what people think it's also important that we understand where there is misinformation so sometimes people there may be misunderstandings one of the things that diplomacy focuses on is reducing misunderstandings so this is another thing we need to do where there's a perception of our policy which is not right we need to communicate that policy but where our policy if our policy is wrong in any area I hope that we have the humility to re-examine whether it's wrong and what our options are and we certainly heard clear messages from people in the past in a number of cases where people have thought that our policies are wrong and of course that matters that matters to us I think there's also though the question around what is the right response if you think that there's a government whose policy you oppose and in the UK and I hope this is the direction that Tunisia will also travel you have the right to organise a very large demonstration you have the right to blog you have the right to speak on the media you have the right to organise a political party to stand against a candidate who supports somebody else's policy for example and all the things you have this right to do but you don't have the right to step out of the democratic system and put people's lives in danger and so the democratic response is to help nurture people encourage people's instincts to express themselves but to point out that at the moment that you abandon debate and begin violence then you have no role in political participation if you give the let's say the American-British response typical response of what happened in Iraq we are sorry it's just collateral damage we are so sorry so maybe we just can say that what happened in front of the US embassy it was just a demonstration and there is something that come wrong this incident so we are sorry this is collateral damage we try not to avoid it and why make it so a big big deal of just this of what happened in the front of the embassy honestly and now I speak my proper opinion as a blogger I have seen worse really really worse I have seen tomahawks bombing houses bombing schools and they are just sorry and what happened it was just an incident out of control things like this happen and we are so sorry and we make more effort to protect the embassy and that's it while we have seen this incident become really 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 big and this the image happening of the incident or the way of showing this incident to the world is harm us in our everyday bread so we have seen this our rotation in a lot of tourism sites has fallen a lot of embassies caring to be to their people to not to not to visit we have seen this and why given this big big echoes of this you're absolutely right that there are worse things that have happened in the world than the attack on the American embassy in school two weeks ago you're absolutely right with this I'm not sure a lot of worse things have happened in Tunisia than that that depends on your point of view but I would say that as an event in Tunisia it is a very very serious concern but the reality is that different people will react in different ways and we as a government we respond a little bit like in the way that you're asking we've had discussions with Tunisia government do we think that for example we're protected properly do we think that other diplomatic premises are protected properly do we think that other international premises that where we have responsibility are they protected properly and what we've heard is pretty much what you say mistakes will be made and we'll try not to make mistakes in the future and we accept this we accept this and we're very glad that the security in a number of potentially vulnerable places and a number of potential targets have been increased so I'm I have the response you say but I'm not responsible for the decisions that tourists take and if tourists decide not to come they decide not to come I'm not responsible for the decisions of investments investors stay and if investors decide not to come or to leave that's also their decision and I'm not responsible for the decisions that graders of international graders of the Tunisian economy make so there are things where I can have my response the government can have its response we continue to be a partner of Tunisia we continue to see opportunities in the future we continue to be committed to all that I was saying with the European Union we're not saying we are somehow in response to this not going to cooperate what we're saying is our efforts to cooperate are now more difficult because there is a lot of people who will be more hesitant to come to Tunisia when they see this they may be wrong to be more hesitant but they will be more hesitant I guess there is some indicators that you watch to see if you leave this warning in your website or to remove it what are these indicators that you are watching and at the same time you say ok now it's cool it's ok we remove this warning from our website and ask our people to come our position on our website is actually very similar to the position we've had for the last 20 years on coming to Tunisia there have been moments when we've said we think you should leave there was a couple of weeks a few weeks around the revolution I think only a couple of weeks more like two weeks around the revolution where we said we don't think you should be here but apart from that we have said we think Tunisia like any other country there are risks and you need to avoid those risks sensibly but we have we are in no way discouraging tourism we don't tell the tourists where to go we do tell them where not to go and Tunisia is not on the list of places we tell them not to go in fact no part of Tunisia apart from the extreme closed military zone with Algeria no part of Tunisia where any tourist is likely to go do we advise against there are many countries in the world where we say we advise you don't go to this there or this so all we're really saying the advice we give it's not a warning against travel it's not an advice against travel the advice we give is when you travel to Tunisia we advise that you take these kinds of precautions how do we make those judgements we assess what the risks are to our travellers if we see demonstrations that go violent irrespective of whether any foreigners are involved we'll say we recommend you avoid demonstrations we actually do that in a lot of countries so if you read our travel advice and then you read our travel advice for many other very stable positive easy destinations for British tourists we're not really saying we're not in any way trying to be alarmist about Tunisia when we will watch these indicators if things start getting worse for example then we'll have to we have our responsibility to our citizens to give them to give them advice but we certainly won't ever use travel advice as a kind of political tool we give the advice on the basis of what we think is safe by travelers I know I took a lot of your time my last question I've seen a lot on my facebook people ask me want to ask you why there is not enough cooperation in the new education why there is no scholarship a lot of scholarship why there is no close relationship why there is no why the fees of bridge council are so high why there is no school like American school or British school in the education there is a lot lot to do can that in your plans or something scheduled to improve cooperation at that level yes it's absolutely in our plans on scholarships we'd very much like to increase we have a tiny number of scholarships we'd very much like to increase it we're in difficult economic times as the rest of Europe is as much as the world is we will be constrained in our ambitions but we'll do what we can for the British council the British council teaches it does a number of things it teaches English directly to individuals in one city in Tunisia in Tunis and it teaches at the very highest standard inevitably this is something which has a certain cost to it they're expanding their efforts and we want them to expand their efforts but what we want to do also is encourage providers of English to meet all of the other kinds of requirements to teach in other parts of Tunisia not only in the capital to teach in ways which are at a more modest cost for example in larger groups or something like this and we are absolutely communicating to private sector British providers of English teaching that we see this is a huge opportunity because there are so many people in Tunisia who speak Arabic and French and would like to add English and want help in doing that so this is something that we see as a big focus we also want to increase the links between Tunisian education institutions and British education institutions the British council has established a project called connecting classrooms where they found a number of Tunisian schools partnered them with a number of British schools and they've been able to identify a time in the week in which they can communicate they organise their schedules so they can communicate with each other on the internet which not only improves English but it improves understanding of different perspectives on both sides of the Tunisian and the British side and we want to try to build up there's a limited amount of cooperation between university research departments for example and we want to try to increase this but certainly it is the message that I hear a message that I hear very consistently that there are opportunities for us to do more clearly it's something where everybody will benefit and no one will lose out so it is an obvious area that we need to do more than we want to ok we have a free space you can say what you want in any language you want so you are free to say everything you want to the people who will watch this video well all I want to say is thank you and Yusine for your time and your interest we as a British government genuinely believe that the Tunisian revolution created an enormous opportunity not only for the people of Tunisia but for people in the whole region that it will not be easy to realise all of those ambitions it will not be easy to regenerate the economy and redesign the political system and ensure stability and security and ensure transitional justice for all of the things that need to be addressed from the past this will take time it will be difficult it will face obstacles and at the same time we understand that people don't feel they have time if their life economic life is getting more difficult if they are unemployed and don't face immediate job prospects we recognise that this is a very difficult situation I'm sometimes asked if I'm optimistic or if I'm pessimistic and I think my answer is that I'm determined we have to make the best possible success from the Tunisian experience similarly we have to make the best possible success in other countries but from the Tunisian in the Tunisian context we have to be very actively involved not an observer as you describe in supporting this transition while not fiddling and meddling and supporting one party or another party but supporting the political process of transition ensuring that these gains that I strongly believe has been made around the freedom of speech continue to move forward and that there's no moving backwards and at the same time trying to ensure as best we can that there's programming proper programming on the economy but also that there's investment and that there's increased trade because in the end no economy can rely on other people's programming in the end economies are based on trade and based on investment and this is the way that people can improve the long term viability of their country's economy so this is where we want to encourage entrepreneurialism vocational training opening up European markets ensuring that British investors are really aware when there are opportunities and that we make sure that people in Britain don't see Tunisia simply as an uncertain and therefore a place that we'll think about next year but are really aware of what they can do now and help them help them come now which is my responsibility to help the British companies but it's also my ambition for making contribution in Tunisia ok thank you very much for your time thank you thank you